السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنطبخ على نار هادي يعمل لكم النهاردة ان شاء الله وصفة كده هي مميزة بشعرية بالمكسرات بكتف ضغني كده حاجة كده تقيلة ودسمة بس حلوة قوي هنعملها مع بعض منتهى السهولة بسيطة جدا نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة هنا عندي كده في مخلي طبعا ضاني ناو عايزة تنفيزيها في في اي لحمة تانية مفيش اي مشكلة هنا عندي آآ سبع بهارات فلفل اسويت شوية سكر شوية ملح وهنا جزرايا على طمطنية على بصلاية على فلفلية رومي وهنا عند الكتفي الكتفي ده مخلي بالشكل ده هنتدبله بالبهارات ديت هي اللحم اللحمة طبعا ما بتاخدش تدبله نوع من انواع التدبلات الكتير اللحمة غير الفراخ فاحنا شوية بهارات كده سبعة شوية فلفل اسويت شوية ملح رشة سكر وخلاص على كده طبعا هنتدبلها كويس قوي طبعا اللي معايا ديت من كل النواحي كده هنزل التدبلة فيها كويس قوي تمام كده هيا كده خلاص جاهزة طبعا ما بتتدبلش بتتشال بتدبليها وبتعمليها على طول انا هعملها في في كيس حراري طبعا انت لو مش حابة في كيس حراري ما فيش اي مشكلة انت ممكن تحطيها في الصينية وتغطيها بورق زبدة انا كده زي ها هعملها كده زي رول نحطها في كيس الحراري ونزل عليها بقى شوية الخضر دول طبعا هما هياخدوا من التدبلة ومن الطعم شوية الخضر دول بقى كده هيضوها طعم حلو هو بيسهل كتير بصراحة للكيس الحراري اذا هنقفله كويس قوي بيبقى معاه قفل وحطها بقى في الصينية كده انا ربطت بحط في الصينية طبعا انا مش بحط ميا ولا اي حاجة بجرد بس ان انا ايه بعمل لها فتحات كده بحطها طبعا انا حطها على الارضية الفرن طبعا الفرن يبقى حامي قوي احطها على الارضية في حدود نصف ساعة وبعد كده ارفعها على الشبكة بتكمل بقى سوا ساعة ساعتين وبتهجي النور على 180 تمام هنا بقى هنعمل الشعرية عندي هنا شوية زيت معلقة سامنة كبيرة هنا عندي نصف كيلو شعرية بحمرها بقى كده تبقى عشان تبقى لونها ذهبي بفضل اقلب فيها كده بالروحة هي بتاخد وقت بس النتيجة هتعجبك منقلب فيها كده كده بازك انك بتتحمر شعرية الرز بس طبعا الكمية بتبقى اكبر شوية فبتبضل تتحمر فيها كده واحدة واحدة لحد ما تديك اللون الدهبي تبقى كلها لون واحد. بالشكل ده. تبضل تقلبي فيها علشان كلها تاخد اللون الدهب الجميل ده. تمام كده يا وصلت معي كده للون اللي انا عايزه. هنا هنزل بقى معلقة عسل اسود كبيرة. طبعا مش هي هي مش بتوقع مسكرة يا بتبقى طعمها حلوة او بيديها يعني طعم مميز. هنا بقى حطت معلقة صلصة كبيرة صلصة بوري وحطت شوية نص معلقة سبع بهارات دوابل يعني بتاعتك. طبعا بقى المكعبين مرق طبعا على حسب الكمية. وشوية فلفل اسود ونزبط الملح طبعا هنحطين مكعبين مرق. فطبعا تزبط الملح بقى بتاعك علشان ما تبقاش اي حدا. انا كده هسقيها بالشربة. ما عندي كشش ربا يبقى عادي خالص مية بتغلي. هنزبط هنزبط طبعا المية بتاعتنا. هي طبعا بتاخد مية اقل من الرز يعني كباية الشعرية بتبقى عليها كباية الربع مية. وهسبها هنا بقى كده تشرب تشرب المية بتاعتها. وهنوطش عليها. بالشكلة طبعا هي برضو ما بتاخدش سوى زي الروز بتاخدها اقل في الوقت. هي خلاص جهزت معنا. كده هنا عندي حطتها بقى كده شوية شوية مكسرات عليها. المكسرات المتاحة عندي كده هنمرتهم في شوية زبدة شوية زبيب شوية لوز بقت بالشكل ده جاهزة. حلوة قوي في العزومات طعمها مميز. طبعا احنا بالمغير في في مطبخنا. احنا بنعمل مسلا نرز بخلطة لانه نخليها شعرية. وهنا بص اللحمة دايبة جدا مستوية قوي. بص شكلها عامل ازاي يعني اللحمة بتتكلم عن نفسها. لو الوصف بقى اعجبتكم ما تنسونيش لايك في شير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.